عدد سكان العالم عدد سكان العالم هو تعداد قديم شوية 2014 سبعة واثنين من عشرة مليار نسمة هل أنا هحفظ الرقم ده؟ لا أنت الرقم ده استدلال بالنسبة لك طب أكبر قرات العالم من حيث عدد السكان أكيد أنت هتقولها إيه القرى المزدحمة جداً بالسكان وأكتر قرى من حيث عدد السكان قرة أسيا طبعاً قرة أسيا فيها الصين فيها الهند فيها الدول ذات التعداد السكان الكبير تمام طب أستراليا أقل القرات من حيث عدد السكان طب القرى القطبية الجنوبية أنت عارف قبل كده أن القرى دي قرى خالية من السكان لأنها قرى متجمدة مستحيل يبقى فيها حد إلا الأبحاث اللي اتفقنا عليها قبل كده يبقى أكثر القرات ازدحاماً قرة أسيا أقل القرات قرة أستراليا من حيث عدد السكان قرى خالية من السكان القرى القطبية الجنوبية نبدأ بقرة أسيا الخريطة قدامي عدد سكان قرة أسيا أربعة وثلاثة من عشرة مليار نسمة حنا اتفقنا أن هي أكبر قرة من حيث عدد السكان طب الخريطة اللي قدامي طبعا الخريطة دي بتوضح لي أن الأماكن التي يتركز فيها السكان حضرتك بتأبدأ تقرأ من مفتاح الخريطة الاستدلال اللي موجود عندك وتبدأ تعرف المناطق المزدحم طب ناخدها بشكل تفصيلي أكتر قرة أسيا مبدئيا بتشغل 60% من سكان العالم 60% من سكان العالم طب بيزدحموا فين أنا عايزة أعرف الأماكن اللي بيتركزوا فيها يتركز السكان في قرة أسيا فين وبيقلوا فين نبدأ كده بالمناطق التي يتركز فيها السكان إحنا اتفقنا تتركز السكان عموما في أي مكان السهول الفايدية يعني السهول الفايدية الأماكن التي بجانب الأنهار يعني أي نهر ألاقيه أعرف أن السكان بيتركزوا فيه في قرة أسيا مع هذا طبعا ممكن الأنهار الشمالية شوية يبقى السهول الفايدية فين السهول الفايدية سهول نهر الينجتسي في الصين وسهول نهر الجانج في الهند دي من المناطق المزدحمة تمام طب بيزدحم السكان في قرة أسيا في الجزر ذات التربة الجيدة يعني إيه تربة جيدة؟ تربة خصبة أقدر أزرعها طب اديني مثال عندك جزيرة اليابان وجزيرة جاوا دي من المناطق مزدحمة السكان ليه لأنها تربة جيدة خصبة فالسكان طبيعي بيروحوا للمكان ده عشان يزرعوا ويتركزوا لأن الزراعة بالنسبة لي نشاط مهم جدا ونشاط مهم جدا للاستقرار والازدحام كمان طب بيقل السكان فين في قرة أسيا؟ المناطق الشمالية طب بيقل المناطق الشمالية فوق إيه السبب؟ منطقة سايباريا أو سهول سايباريا كويس لشدة البرودة لأن احنا بعيد بعيدنا عن دقارة الإسواء بشكل بعيد جدا قربنا من الدقارة القطبية فوق المكان ده كله برد جدا فطبيعي أن يقل عدد السكان يبقى يقل السكان في السهول الشمالية طب تاني منطقة عندي بيقل فيها السكان؟ أكيد المناطق الصحراوية طب اديني مثال المثال عندي شبه الجزيرة العربية احنا عارفين طبعا شبه الجزيرة العربية تقع في جنوب ها غرب قرة أسيا تمام؟ ضمن المناطق قليلة السكان أنا عايز يعني بص حضرتك أنا عايزك تبقى فاهم حاجة منطقة صحراوية طبيعي عدد السكان قليل صح؟ منطقة برد عدد السكان قليل تمام؟ طب منطقة جبلية اللي لسه هنتكلم عليها دلوقتي برضو عدد السكان بيبقى قليل يبقى ثالث منطقة المناطق الجبلية طب بيقل ليه في المناطق الجبلية؟ لوعورة السطح مين اللي هيقدر يطلع يتصلك جبل ويعيش على جبل بأعداد كبير عدد؟ صعب جدا يبقى بيقل في المناطق الجبلية لوعورة السطح لو خدنا مثال عندنا هيبقى مثال جبال الهيمالاية وعندي هضبت ها التبت طبعا ليه؟ لوعورة السطح طب اتفقنا مع بعض المناطق المزدحة معرفناها واقدر أعرف أطلع حتى من غير حفظ أي سهل فائد منطقة مزدحمة؟ أي مدينة كبيرة منطقة مزدحمة؟ بيقل لي السكان في قارة أسيا؟ ها في المناطق الشمالية طب بيقل له فين تاني في قارة أسيا؟ قلنا المناطق الصحراوية تالت منطقة ها المناطق الجبلية طبعا لوعورة السطح تمام طب سؤال عندي بيما تفسر؟ تعتبر جزيرة جاوة من أكثر مناطق العالم ازدحاما؟ سؤال مهم لسه قيل من شوية لتربتها الخصبة يعني إيه؟ إن أنا أقدر أزرع المكان ده بشكل كويس فلما أزرع عدد السكان هيزيد طبعا لأنه يقدر يزرع وقدر يستغل المكان ده بشكل كويس أوي السؤال ده من الأسئلة المهمة عندي تعتبر جزيرة جاوة من أكثر لاحظ النقطة دي مناطق العالم ازدحاما لأنه دي ممكن تجي نقطة لوحدها من أكثر مناطق العالم ازدحاما هتبقى جزيرة جاوة بسبب خصوبة التربة تمام سؤال مهمة أول عدد سكان أسيا حنا اتفقنا مع حضراتكم أن أسيا عدد سكانها كتير جدا إيه نتيجة ده؟ أنا عايز النتيجة حضرتك يعني إيه؟ تبقى فاهم السؤال مكان مزدحم جدا إيه نتيجته؟ هل الغذاء اللي موجود نسبته هتقل ولا هتزيد؟ الأكل اللي موجود هيكافي الناس؟ أكيد لا يبقى أول نتيجة عندي نقص الغذاء تمام تاني نقطة نتيجة عدد زيادة سكان كرة أسيا كلة نصيب الفرد من الدخل القومي طبعا الدخل اللي هتجيبه كرة أسيا أو عموما قسمه على العدد الكبير ده نصيب الفرد يبقى إيه؟ حاجة أقليلة جدا يبقى كلة نصيب الفرد من الدخل القومي تلاتة انخفاض مستوى المعيشة أنا الدخل قال مش هقدر إن أنا أعيش بشكل كويس مستوى المعيشة للقرة بيبقى منخفض بشكل كبير جدا تمام رابع نقطة وجود هجرات غير شرعية وجود هجرات وهنعرف تعريف هجرات الغير شرعية دلوقتي يعني هجرة غير شرعية حد بيسيب الدولة بتاعته بطريقة غير قانونية يعني أنا دلوقتي عشان أسافر أي بلد لازم أخد تصريح من البلد اللي أنا رايح له أروح بشكل طبيعي جدا وبشكل قانوني أخرج من البلد بتاعتي لا طبعا هناك عدد كبير ما بيعملوش الكلام ده هجرة غير شرعية يبدأوا يتنقلوا بشكل غير قانوني طب هيروحوا فين يروحوا للدول بقى المتقدمة زي مين دول أوروبا زي أسبانيا زي دولة إيطاليا سؤال من الأسئلة المهمة وبيتكرر ولازم تبقى حضرتك عارفه وتبقى فهمه إيه نتيجة زيادة عدد سكان قارة أسيا عرفنا النقطة كلها تمام طب ناخد تعريف بقى الهجرات الغير شرعية لأن التعريف ده من التعريفات المهمة واللي بتتكرر عندي هجرة غير شرعية الهجرات الخارجية التي تتم من خلال وسائل غير قانونية يعني حضرتك مش رايح للدولة بتقول لها أنا بعد إذنك أنا جاي ودوني تصريح لا طريقة غير قانونية تمام والهروب من سلطات الحدود يعني هو بيشوف مثلا الحدود الحدود أكيد فيه قوات بتأمن الحدود لا هو بيبدأ يتهرب منهم بأي وسيلة غير قانونية ويبدأ يروح للدولة التانية طبعا لو شفنا معاناة ناس كتيرة جدا بتبدأ تامي من وضع ده اللي بيتعرض لل إن السفينة ممكن تتقلب بيه عدد كبير جدا بيموت في الكلام ده كله فالهجرات الغير شرعية طبعا من الأسليب الغير قانونية وطبعا إحنا ما بنقبلهاش تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر